اشتركوا في القناة نظام الولي الفقيه في تشكيل جبهة جنوبية تمكنه من تحقيق حلمه التاريخية منذ استيلاء نظام الولي الفقيه على الحكم في ايران عام 1979 عمل النظام على تطبيق نهج التوسع العقائدي والطائفي عبر تصدير ما وصفها بالثورة الى الخارج شكلت الجزيرة العربية نقطة اهتمام القيادة الايرانية الجديدة فشرعت في محاولات زعزعة استقرارها سواء في البحرين او الكويت او المملكة العربية السعودية وبعد عقود من تنفيذ هذه السياسة التوسعية نجح نظام الولي الفقيه جزئيا في السيطرة على العراق وسوريا ولبنان اما بشكل مباشر او عن طريق وكلائه كحزب الله في لبنان وتبعا لذلك بدأت اولى محاولات التطويق من الشمال لكن الخطة الايرانية لتطويق المنطقة لم تكن لتكتمل دون جبهة جنوبية فاستغلت ايران ميليشيات الحوثي وتلاعبت بعقولهم طائفيا وعقائديا وعملت على تسليحهم وتمويلهم وفي خريف عام الفين واربعة عشر هبت رياح السموم على صنعاء اذ خرج الحوثيون عن الاجماع اليمني واجتاحت ميليشياتهم العاصمة وانقلبت ميليشيات الحوثي الايرانية على الحكومة الشرعية ونقضت اتفاق السلم والشراكة ومخرجات الحوار الوطني وبعد استيلائهم على مؤسسات الدولة ومعسكرات الجيش والاسلحة والذخيرة انطلق الحوثيون من صنعاء باتجاه المحافظات اليمنية الاخرى واحتجزوا الرئيس الشرعي للبلاد عبدرب منصور هادي قبل ان يتمكن من الخروج من صنعاء الى عدن التي اعلنها عاصمة مؤقتة للبلاد في خضم ما حصل لم تكن المملكة العربية السعودية ودول الخليج لتسلم بالامر الواقع لسيما بعدما بات واضحا ان عصر الحوار قد انتهى خاصة وان الامر يتعلق هنا بامن المنطقة العربية الاقليمي ولذلك تشكل التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية استجابة لنداء القيادة الشرعية في اليمن للتصدي للانقلاب الايراني ودشن التحالف العربي في الخامس والعشرين من شهر مارس عام الفين وخمسة عشر عملية عاصفة الحزم وكانت اهداف التحالف واضحة منذ اليوم الاول وهي تمكين القيادة الشرعية من ممارسة مهامها ودحر ميليشيات الحوثي ومنعها ومن ورائها ايران من الهيمنة على اليمن والتحول لخطر مماثل لما يشكله حزب الله اللبناني ولم يكن من الصدفة ان يتزامن انقلاب الحوثيين في اليمن مع تمدد داعش في سوريا والعراق وعودة الحياة لنشاط تنظيم القاعدة في اليمن فالدور الايراني كان واضحا في توزيع الادوار على الخريطة ضمن مخطط توسعي لخنق المنطقة وحصارها وبعد مرور ثلاث سنوات على انطلاق العمليات نجح التحالف العربي في استرجاع اكثر من خمسة وثمانين بالمئة من مساحة اليمن من ايد الميليشيات الايرانية وتقف قوات الشرعية حاليا على اعتاب معقل الحوثيين في صعده